اليوم مشاهدينا بلاك فرايدي يعني نحن متوقعين عجل الطرقات على كل الطرقات اللبنانية عجل تسير على كل الطرقات اللبنانية فقررنا يكون مشوارنا اليوم على أحد أجمل مناطق طبيعية في لبنان. تفضلوا معنا على أهدن وكل التفاصيل مع الدكتور أنتينير حيل مشروع عبيل أقاملوا من ثلاث سنين جبنة ضرفية تركت خمسة بيتي سبعة كنت بأهدن ساعة ونصف طريق بعد نطلع بالجرد إن شاء الله ما تكون كسرت السيارة تنوصل على الجبنة ضرفية عند هالجميع اللي بعيشوا هون على ألفين متر علو بتشوفوا عكار بتشوفوا بيروت وبتشوفوا ترابلوس منظر كتير حلو طقس كتير حلو ستة الحرارة شاء الله ما تكون كسرت السيارة والمشوار بعد ما خلص تنوصل لنشوف جبنة ضرفية كيف تنعمل شكرا لنشوف جبنة ضرفية اشتركوا في القناة 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 شكرا في القناة اشتركوا 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 في القناة السلام عليكم ايه الحق اوية يعني تل السواح بجيل بقيت علينا انا بحول بغدين وبعشين وبنيمن بروحك ماولي كوقشي يعني صدقنا صدق اذا حدا ما بديشتري الجبن بالشتوية بيضال فيه لا ما بيضال انا ما في نيك فيه نص زبونية من شانك معروفة انه نادرة ومنقية حتى بصغرتها بيتخانق عليها مين طلع له ومين ما طلع له صحيح 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 والزعلين اكتر من الرودي انا يعني ما فيه كتر الطراش بس عطل واحد بيقول 1200 عنزة كم ساعة بدن حلب بنهار كم شخص بدن طيطي خمس ست اشخاص من عشين مع المحلمون انا وشركيتي ايه كم ليت بيعملون؟ خير الله خير الله ما منكيل بنتصوت هول كبيرة كل الموجود بتعاملوا جبنه وبتركوا لقلكم تشربون حليل بتعاملوا لبني كله 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 لكن مع ملمونة بلقناني ام يوسف بتروب للي بيوتني لي واللي ولدي يعني انا فيني قللك ملمونة هيدا اللي أكلته اليوم قطيب كشك وقطيب بيض انا فيني قللك اهلا و سهلا اهلا و سهلا اهلا و سهلا جحطاني حكيم علي خليكم حلو عالطبيعة الحليب اللي حطولو ماجبنة فصل عن بعضو المصل طبعوه بيرجعو بيغلوها مع شوية حليب يلي بيطلع مننا القريشة هون بيعملو شغلتين بيعملو كل شي بس لقلونا للبيت بس شغلتين بيبيعون هي جبنة ضرفية والقريشة موسيقى 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 هذه الأريشة نضع ملح وبعدها نبدأ نعبي الجبن بالضرف الأريشة قبل سقعناها وضعناها بقلب الضرف تصبح تحط شوية أريشة شوية جبنة شوية أريشة شوية جبنة ويتفعلوا مع بعضهم بقلب الجلد من جميع والملح تكون أنت زدته على الأريشة من حليب طازة إلى جبنة أريشة بعدين بنحطه بالضرف هذا هو الضرف الضرف هي المعزية مثل ما هي الجلدة تبعها تتفضب، تتنظف، تتملح ومثل ما هي بتلا تتعبها الحديث ما تعبها كلها سوا وبتنترك 28 يوم قبل ما تنبيع هي الجلدة بتبق ميتة لبرا يلي بلش يعبدو تحت وبتنشف مصبوط ويطلع لكم جبنة ضرفية اللي بتضاين من سنة لسنة كان حلم بلش من زمان أني أجي أتعرف على جبنة ضرفية بتذكر أنه صغير كان أهلي يطعموني إياها بس ما عارف شو هي ودايما اسمع أنه بتنعمل بمحل كتير بعيد بالجرد ما في مننا، ما فينا أخذ مننا على بيروت لأنه على الأد الكمية وكنت اسمع أنه تاخد كتير وقت بس ولا مرة ساقة بتأني جيت لهون قطع الوقت والليوم وصلت جيت عشت مع هيد العائلة اللي صارلة تقريباً ثلاثة جنراسيون وأكتر من أربعين خمسين سنة بيشتغلوا بالجبنة وأكتر بيشتغلوها بإدايون عراويق مع كل الحب وكل الشغف الموجود يمكن ما تقدروا توصلولها لأنه على الأد الكمية اللي اليوم انعملت بكرة عبكرة بتكون اختفت ونص الناس معها بيطلع لها بس إذا صلكون الشانس تجوا تمشوا لهون أو تطلعوا عندهم بالسيارة من حرش أهدين بيستقبلوكن بيغضوكن بيهتموا فيكن كأنهم ببيتكن وأكيد بدوقوكن الجبنة يلي مار طعمتها مثل حيالة جبنة بالعالم بكل فخر معمولة بأهدين بكل فخر لبنانية طعمتها بتاخد العقل طعمتها حياة اشتركوا في القناة منخوط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر